اشتركوا في القناة مصر العربية بتزيد كل سنة ما بين 2-2.5 مليون طفل وطفلة بين الى 2.5 مليون مواطن مصري بيزيدوا بيقلوا شوية بعد السنوات بيزودوا بيزودوا شوية بعد السنوات انما في المتوسط ما بين 2-2.5 مليون مواطن كل سنة بلد شابة 70% منها من الشباب 70% من الشباب عايزين كل حاجة عايزين كل الخدمات عايزين تعليم ومدارس وجامعات وعايزين مستشفيات وعايزين صحة وعايزين فرص عمل وعايزين حضرتك شؤة عشان يتجوزوا فيها وعايزين شرب وأكل وشرب وعايزين رياضة رياضة شباب يعني طاقة الطاقة دي لو معرفتش توجيهها صح ممكن تخرب دول أو تهد دول زي ما شفنا ببعض الدول فبلد شابة بلد محتاجة ان احنا نهتم بالشباب أكتر وأكتر وبالفعل من 2014 الدولة المصرية حط عنيها طول الوقت على الشباب في تعليمهم وفي صحتهم وفي تدربهم وفي انتماءهم وفي إمكانيات اللي عندهم بأن هم يطوروا الإمكانيات اللي عندهم وبتهتم أيضا في مجال الشباب اللي هو الرياضة والرياضة دي حاجة هامة جدا لأي مجتمع في العالم كله ولأي شاب أو شابة الاتحاد الأوروبي يا جماعة 27 دولة فرنسا بقى وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا 27 دولة بقالهم سنتين بقالهم ثلاث سنين عدد سكانهم بيقلوا 27 دولة احنا دولة واحدة بنزيد 2.5 مليون مواطن مصري ومواطنة مصرية التحاد الأوروبي دا اللي هو بقى إيه يعني الدور الإنجليزي والدور الأسباني والدور الإيطالي واللي هو بقى يوعى الكورة بقى يوعى بقى فجمهورية مصر العربية من خلال وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الحقيقة بيقوموا بدور عظيم جدا جدا وكبير جدا في الجمهورية مصر العربية بقى لهم كذا سنة يمكن كورة القدم ومتشاط والأهل والزمالك والمنتخب المصري كل دا طبعا إحنا يعني الشعب المصري والجمهور كله بيمركز على هذا الموضوع إنما فيه مجهود كبير زي أي دولة في العالم على فكرة كورة القدم هي يعني أهم حاجة إنما فيه مجهود كبير جدا جدا بيبذل في كل نجوع وقرى مصر في مراكز الشباب في جمهورية مصر العربية حضرتك وإنت ماشي في أي قرية من الكورة بيوت عادية أهلينة في كل مكان الجميلة البسيطة بالطين ولا ولا تلاقي في وسط القرية والنجعة ملعب كورة خماسة وإيه النجيلة الجميلة الصناعية دي وإيه الشياكة دي إيه يا جماعة دا دا وزارة الشباب والرياضة دا حضرتك تعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة وكثير من القطاع الخاص في كل محافظات مصر وفي كل الأماكن دا غير وغير وغير أنا يعني حبيت إن أنا أحاول إلي أنا إيه أجمع لكم بعض المعلومات لأن يعني حلقة النهاردة ليه علاقة ببطولة مصر أو بطولة العاصمة مصر اللي هي من 22 مارس ليه 26 مارس بكرة إن شاء الله مصر هتلعب معها كرواتيا بس أنا أحابب إن أنا بس ناخد فكرة وزير الشباب والرياضة التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراجز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه منذ 2014 بواقع 4295 إنشاء وتطوير بلاعب خماسية وقانونية اللي حضرتكم بتشوفوها في كل كرة ونجوع مصر الشباب بيروح يلعب رياضة وبيلعب كرة طاقة إنشاء وتطوير مضن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستاد بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية 2019 وإنشاء تطوير 14 صالة مغطاة وإنشاء تطوير أندية متحد الإعاقة متحد الإعاقة وقال سيدة الوزير إنه يتم مراعاة كل الطبقات المجتمع في المراكز الشباب في مراكز الشباب في جمهورية مصر العربية جنب الزمالك وأيضا في أقل وأصغر قرية في أهلينة في مركز الشباب في المحافظات في الجنوب في الصعيد ويا سلام على المجهود العظيم اللي حصل من خلال مبادرة حياة كريمة لفهمة الرئيس عفتاح السيسي لتطوير كل كرة مصر ومحافظات مصر اللي بتخدم 60 مليون مواطن مصري لدخول الماء والكهرباء والغاز والطرق والمدارس وكل حاجة وأيضا مراكز الشباب حضراتكم قبل 2011 و2000 حضرتك و14 كان فيه 42 حمام سباحة في مجهز الشباب في جمهورية مصر العربية دلوقتي بيعملوا 191 حمام سباحة ده نوع من الثقافة نوع من الوعي نوع من التطور لكل المجتمع المصري في القطاع الخاص وجاري إنشاء 190 حمام سباحة جديد غير بشكل مفهوم وثقافة القرى والمدينة وتضار بالقطاع الخاص وصرح الوزير أن مبادرة حياة كريمة ساعدت على القفز بشكل سريع جدا لمراكز الشباب وجاء إنشاء 1039 مركز شباب دمن المرحلة الأولى منها 266 مركز شباب جديد ومنها المتوقع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب الرياضة 13.7 مليار جنيه استطاعت الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب قرد قدم بمراكز الشباب في جميع قرى مصر هناك المشروع القومي للطرح الاستثماري طبعا الدولة المصرية عارفين حضراتكم إنها بعملة شجع الاستثمار القطاع الخاص مش كل حاجة حكومة 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 في كل القطاعات في الصناعة في التجارة في كل حاجة من ضنها وزارة الشباب والرياضة عدها تعاون ما بين القطاع الخاص لإنك أنت تقدي إدارة المراكز الشباب دي تقدر تكسب منها وتبقى خليها 25% و75% للقطاع الخاص عشان تعمل نشاط رياضي للشباب في كل محافظات مصر وقرى مصر فيبقى ما فيش دعم بقى من وزارة الشباب والرياضة ومن الدولة المصرية لمراكز الشباب فيدير يبقى مشروع بيكسب ومشروع بيطور نفسه وبيحدث نفسه فجزارة الشباب والرياضة من مراكز الشباب في أصغر قرية ونجع في جمهورية مصر العربية من خلال حياة كريمة مثلاً للمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مفيش مسابقة عالمية في العالم في أي لعبة في العالم مصر مش مستعدية ليها دلوقتي احنا مستعدين لتنظيم أي بطولات عالمية موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة حالياً المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 468 فدام تضم ساعة 92 ألف مقعد سلطين مغطى بإجمالي ساعة 23 ألف واحدة منهم 15 ألف مقعد والتانية 8000 مقعد مجمع ملاعب تنس واسباحة وسكواش صالات منافسة للرماية والفروسية حقيقية يعني أصبحت حديث القرية الأولمبية دي بقت أصبحت حديث حضرتك القارة كلها مش مصر بس القارة كلها والعالم كله بتدى ينظر إلى مصر إن مصر قد المسئولية إنها تقدر تنظم أي بطولة في العالم في أي لعبة في العالم مفيش فيفا بقى تقولك أصل إنت معندكش الملعب اللي معرفش أصلك إنت المواصلات عندك معرفش إيه زي سمان بقى تمتلك المدينة ملعب على أعلى مستوى وبنية تحتية رياضية مؤهلة للصدافة جميع الأحداث المحلية والعربية والقرية والدولية الرياضية عندك استاد مصر اللي هو فيها دلوقتي بطولة عاصمة مصر اللي بيلعب فيها حضرتك مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا تراك للماشي وجاري 3 كم صالة الألعاب القتالية صالة خاصة بزو القدرات الخاصة صالة الجنباز مجمع تنس تبلغ ساعة وحضوره إلى 3500 متفرج مجمع السكواش تسع طبعا السكواش ولعبة السكواش وعظمة مصر في السكواش عالميا تقدر تنظم أي بقى بطولة في العالم وتبقى أكبر بطولة في العالم في العالم كله مجمع حمامات سباحة أولمبية واحد مغطى وآخر مكشوف يسع خمس تلاف متفرج مبنى اجتماعي ميادين الرماية خرطوش وإلكتروني ودوية ميدان الفروسية والسهم القوس والسهم نقاسف مجمع الفروسية وملاعب التدريب مستشفى الطب الرياضي عشر ملاعب كرة قدم خماسية ملاعب كرة طائرة وكرة سلة وكرة شاطئية ملاعب هوكي مصرح روماني وفنادق وشاليهات وبنوك انت عندك زي ما بيطلق عليها حضراتكو مدينة مدينة كاملة أولمبية انت بقيت مصر جمهورية مصر الجديدة بقى بشكل جديد مساحات الجمهور المزودة بشاشات عرضة عملاقة تحية كبيرة جدا للدولة المصرية اللي بتهتم بالشباب من 2014 في كل المجالات وده حقيقة انا والله كنت في اجتماع صغير كده كان مفروض وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح جاي بيجتمع بعض الاعلاميين الساعة 8 الصبح هو وصل الساعة 7 ونص وكان جاي من محافظة من الجنوب كنا في سكدرية كانوا حضرتك كان جاي من الصعيد يعني طول الليل مسافر وجاي في اجتماع فتحية كبيرة للمواطن المصري اللي بيخدم دولته وبلده بشكل قوي جدا وتحية كبيرا لفخامة الرئيس عفتاح السيسي اللي من أول ما تولى زمام الأمور 2014 وهو نظره وهدفه الأول والأساسي للشباب في كل حاجة في كل حاجة فنكتفي بهذا القدر من المقدمة حضرتكو نقرأ بعضه من الأخبار النهاردة فيه خبر عظيم جدا حبتدي به بعد إزدى حضرتكو من وزارة الخارجية المصرية مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يطالب وقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود مصر تؤكد مواصلة جهدها الحثيثة بهدف وقف الحرب وإنهاء الأزمة رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 25 مارس الجاري باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب وقف دائم لإطلاق النار واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت إضرارا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة ورغم ما يشبه من عدم توازن نتيجة إطار الزمن المحدود والتزامات الواردة به إلى أنه يمثل خطوة أولى هام وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية وطلبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار وبما يفتح المجل التعاون مع كافة عناصر الأزمة مؤكدة على أنه ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت أخيرا في قرار من مجلس الأمن وافق عليه الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين وروسيا يا رب بإذن الله تعالى تبقى يعني وقف إطلاق نار دائم بقى بإذن الله تعالى يعني عشان نرحم اللي بيحصل في الفلسطينيين عندي خبر مهم جدا برضو وخبر مفرح النهاردة في 25 مارس 2024 لكل المصريين رئيس الوزراء أسعار تخفيض خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15 إلى 20% الأسعار هتبتدي تنزل رجالة عقد اليوم الدكتور مصفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء لقاء موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع كبار مصنع ومنتج مورد السلع الغذائية مثل السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمقارونة والشاي والألبان والجبن والسمن والزبدة واللحوم والزيوت وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات ومثل كبريات السلاسل التجارية يمثل أكثر من 70% من حجم السوق وقال رئيس الوزراء في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فإن الأسبق أصبحت غير قائمة وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية وكذا بسعر أقل كثيرة من السوق الموازية وفي هذا السياق لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عدد من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم وكذا في إثناء افتتاح معرض أهل الرمضان والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20% إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعد السلع مؤخرا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 إلى 40 فلبيا من القيمة السابقة للتسعير علي عبر السوق الموازية مشيئ إلى أن ما ذكره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين الأسبوعين إلى ثلاث أسابيع وفور انتهاءها ستتراجع الأسعار تلقائيا مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبة ملموسة حتى يشعر بها المواطن وحتى التوازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذ المشروع حضائق تليال الفسطات النقل توفير اتوبيسات لنقل جماهير كأس عاصمة مصر وتمد موعيد عمل القطار القهربائي قرارت وزارة النقل موثلة في جهاز التنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير اتوبيسات لنقل الجماهير من الميادين العامة يوم الثلاثاء اللي هو بكرا إن شاء الله الموافق 26-23-24 وذلك تسهيلا على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية مدينة مصر الدولية الألعاب الأولمبية لحضور المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا إن شاء الله مصر تأدي يعني متش هايل بإذن تعالى وتفوز إن شاء الله إفطار المطارية مطبخ مفتوح في الشارع عزم مصر كلها على الفطار ده كل سنة كل سنة مطبخ إفطار المطارية ده آخر خبر معنا حضراتكم النهاردة وهو تقس غدا ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظم بالقاهرة 26 درجة توقع هي الأصاد الجوية أن يشهد غدا للثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة ليسود تقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال السعيد مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر بعد إن شاء الله بعد الفاصل السريع معايا الضيفي اللي حيشرفني في الاستوديو الأستاذ عوني نافع الناقد الرياضي وبطولة عاصمة مصر تنظيم عالمي على أرض العاصمة الإدارية فاصل ورجعين حالا اشتركوا في القناة